السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي متابعي قناة Smart English في كل مكان وأي زمان لكم منا كل التحية والتقدير والاحترام وربنا يعلم بنحبك وقديه النهاردة معنا تكملة للنموذج الإكسرسايز الهايل اللي دايما نشغالين عليه بأنه فترة في توفل أمدست اللي عايز يتعلم جرامر صح اللي عايز يتدرب بشكل مؤكد على مهارات التويفل وتحديدا في اختبار توفل أمدست ده إكسرسايز هيل جدا حيفيدك في مسيرتك في تجهيزك لاختبار التويفل يلا بينا نشوف تفاصيل كبيرة جدا عن هذا الفيديو وتأكد تماماك إنك هتطلع مستفيد بشكل مؤكد من هذا الفيديو بمهارات وتركات وتركيب لغوية داخل قواعد التويفل نشوف مع بعض الجملة واحد وتلاتين جملة في غاية الروعة وفيها تركة بسيطة جدا تحير أي حد نمبر وين بيقول according to most psychological studies body language suppresses a speaker's emotions and attitude and it also tends to affect the emotions and attitudes of the listen نشوف مع بعض كده معنا الكلام بيقول طبقا للدراسات النفسية فلغة الجسد تعبر عن مشاعر المتحدث والموقف خاصته وأيضا بتميل إنها تؤثر على مشاعر وموقف المستمع ده معنا الكلام طيب الخطأ واضح جدا من خلال الكلام أنا قلته طبعا according to لغاية كلمة status دي جملة جرية يعني عبارة عن حرف جر اللي هو according to واسم المجرور اللي بعده ده ملناش دعو به من هنا يبدأ الكلام body language the subject مفرد طبعا expresses يعبر عن فعل وفي اس لأن أخره اس مع المدرع البسيط وبعدين الobject اللي هو موجود ده and رابطة التنسيقية coordinate conjunction وبعدين it بتاعه في الجملة التانية tendisal verb تمام وبعد كده بقيت الجملة تعال نشوفها فين الخطأ هل according to لا طبعا ولا psychological study دي صفة وده اسم موصوف وexpresses فعل صحيح الموضوع كله شباب في كلمة listen حضرينك جايب فعل ليه في الآخر هنا اولا قدامه اذاب وعايزك تعرف تماما ان اداة النكرة والمعرفة لا تأتي الا امام الاسماء فقط يبقى الفعل listen ده في وضعه كده بالشكل ده خطأ لازم اقول listener واحد يقولي طب listening اقول له لا listening اوكي بس المعنى مش هيبقى مظبوط انت عايز تقول وهي ايضا تؤثر على مشاعر وموقف المستمع يبقى listener اوكي ونشوف مع بعض الجملة رقم 32 بتقول بيقول يعني لترمزها للحظ الجيد تمام انها بتستخدم في التعبير عن الحظ الجيد جدا بيقول تلك الشجرة من اوراق البرسيم كلوفر يعني برسيم وهو نوع من نباتات تمام هو نادرا جدا وجودها في الطبيعة طيب فين الخطأ في هذه الجملة كلمة ما فيهاش مشكلة اا عادي جدا معناها بينما او اسناء صحيحة الطالب اللي حليلها هنا غلط تمام اللي هو البرسيم وده النبات طبعا طالما جدت في فيربي هنا يا شباب خلاص يبقى لازم تشيل اللي معناها نادرة انت عايز تقول يوجد بشكل نادر يبقى لازم تستخدم يعني ظرف فتقول يعني نادرا ما يوجد فيه الطبيعة ونشوف مع بعض جملة 33 ودي جملة في غاية الرواع ايضا بسيطة وسهلة بيقول الرومان القدماء استخدموا معدات او اجهزة زي الاوعية كده عشان يبحروا بمستخدمين فيها بعض اوراق او ضفاف اللي هو النبات البلوت لكي ينقلوا الجنود بتاعتهم والايرمز اللي هي الجيوش بتاعتهم تمام من الواضح جدا ان الاجابة طبعا رقم دي تو ترانسبورتينج ما فيش حاسمها تو ترانسبورتينج لازم تو والمصدر يبقى لازم اقول تو ترانسبورت دير ايرمز اما ذا صحيحة دي انشنت رومانز واكوبيد هنا اجكتف تمام واند صحيحة ما قبلها زي اللي بعدها لكن تو يبقى تو والمصدر يبقى انفينيتيف يبقى لترانسبورت ونشوف الجملة رقم 34 ايضا جملة في غاية من الجمال بيقول ماتيو سي باري ايونات ستاتس نيفل كماندر جين ديفام نوت ان وار اند ثرو ديبلوماسي بيقول هذا الرجل ماتيو هو ضابط بحرية كبير امر يعني حصل على شهرة ليست في الحرب ولكنها في الدبلوماسية يعني مش في الحرب الشهرة بتاعته مش جاي من دوره في الحرب ولكن في الدبلوماسية طيب فين الخطأ في هذه الجملة طبعا ده السبجكت بتاعي وده من عند يعني تكرار للفاعل الفرب بتاعي جيند والأوبجكت فيم اوكي جميل جدا تعالي نشوفها بقيت الجملة عشان المعنى هنا مهم جدا في هذه الجملة شباب بيقول ليس في الحرب يبقى المفروض ولكن مش و يبقى عند هنا الرابطة التنسيقية في وضعها خطأ بناء عن المعنى هو عايز يقول ليس الشهرة بتاعته في الحرب ولكنها في الدبلوماسية او السياسة يعني تمام يبقى لازم استبدل كلمة بكلمة لتصبح هذه الجملة صحيحة ونشوف مع بعض بيقول النتروجين بيشكل 78% من الغلاف الجوي لكوكب الأرض ذلك يعني بيوصف هذا الغاز يعني تلك الغاز الذي يحيط بهذا الكوكب ده معنى الكلمة طيب فين الخطأ في هذه الجملة هل طبعا اللي حللها الطالب خطأ صفة مصبوطة وهي تشير الى فاعل بيصف هذا الغاز لكن القصة كلها في النتروجين النتروجين ده معروف ومش محتاج نحط ذا فعشان كده التصحيل هذي جملة وحزف الادات المعرفة ذا من امام كلمة نتروجين ونشوف مع بعض نمبر 36 ودي جملة في غير من الروع ايضا فهتركة بسيطة ايضا هنمر عليها بيقول بسبب حجمه لكي في حيث انه يصل الى عدد كبير جدا من الناس فالبس الازاعي تمام قد اصبح يتكرر بشكل كبير منذ ان تم التعرف عليه على اساس انه وسيلة هامة جدا للتواصل ده معنى الكلام because of دي طبعا قاعدة لها قاعدة ومعناها بسبب وبيجي وراها نون وهو واضح جدا في كلمة كابستي والقاعدة هنا متحققة اللي هو الحجم او المساحة الكاملة يعني تمام طيب تريدش اقول numbers large ولا اجيب الصفة large قبل numbers لا طبيعي ان انا اجيب large numbers فالتصحيح هنا في هذه الجملة هو في large numbers يعني عدد كبير من الناس الصفة ازاي تيجي بعد الاسم غلط لازم احط الصفة الاولى يا شباب ثم اجيب الاسم وصوف بعدها يبقى التصحيح في هذه الجملة فقط في وضع large اللي هي صفة امام الاسم numbers اللي تصبح هذه الجملة صحيح ونشوف مع بعض الجملة 37 وهي ايضا جملة فيها تريك شوية خلينا نشوف معناها بيقول the wood of tulip sometimes referred to as American white wood is one of the most valuable timber product in the United States بيقول شجرة التوليب يعني اللي احيانا بيشار اليها ان هي اخشاب بيضاء امريكية هي واحدة من الاشجار الاكثر قيمة او الاخشاب الاكثر قيمة في منتجاتها في الولايات المتحدة الامريكية جميل جدا الجملة الاولى the wood of tulip tree دي بتعتبر كده subject بتاعي والverb بتاعها على فكرة is مش حاجة تانية اللي في النص ده بيعتبر positive تكرار للفاعل اللي احيانا بيشار اليها على انه الخشب ده بنقول عليه a positive المهر رقم 3 في grammar التوافل طب فين الفيرب بتاع the wood of tulip tree is جميع ما حالك شايف طيب يبقى دي جملة واحدة وبعدين عمل حاجة اسمها super relative اللي هو التفضيل باستخدام the most valuable يعني اكثر قيمة تمام طالما قلت the most valuable او استخدمت سيغل تفضيل يبقى الاسم المفضل لازم يكون جمع انت بتكلم عن منتجات الاخشاب تمام timber products لزيك تطالب حاليا هنا صاحب رفو عليه يبقى نقول products وليس product تمام يبقى الاجابة في هذه الجملة هو تحويل الكلمة المفردة product الى كلمة جمع products ونشوف مع بعض الجملة رقم 38 يا شباب the canadian tree broken found in wooded areas throw out most of the north american for eggs in trees at nightly بيقول القنفض الكندي القنفض الكندي الذي يوجد في المناطق الخشبية اللي فيها اشجار وفيها غابات خشبية في معظم شمال امريكا بيتغزى على الاشجار في الليل ده معنى الكلام طيب فين الخطأ وليه تمام the canadian tree broke open the conf الاشجار الكندية ده subject تمام الفيرب بتاعه ما حدش يقول لي found غلط for eggs يتغزى على طب كون اللي ده من بعد الكومة من عند found لغاية american على طول تكرار للفاعل خلاص اتعلمنا الجملة في جملة grammar التوفل وتحدينا بيفصل الفاعل اللي هو عن الفاعل بتاعه بجملة ربما تكون جملة اسمية او وصفية او على الاقل طب دي جملة ايه نقول عليها تصريف ثالث صفة الذي يوجد في المناطق ذات الاخشاب او الغابات من خلال معظم اماكن امريكا شمالية يبقى الفاعل بتاع for eggs والفاعل بتاع the canadian three brook cobenz طيب حضرتك ينفع تقول بيتغزى على اشجار في الليل at nightly تعملها زرف ليه حضرتك لازم تحذف ال y من هذه الكلمة لان ما منفعش اقول at night فقط تمام يبقى at night احذف ال y حتى تصبح night كلمة اسم هو ده المطلوب لكن found صحيحة تصريف ثالث للفعل صفة وليس فعل وودد areas ده اسم موصوف والصفة بتاعت وودد يعني فيها اخشاب او غابات صحيحة ما فيها مشكلة ايضا فقط التصحيح هو استبدال كلمة night لتصبح الجملة صحيح ونشوف مع بعض الجملة تسعة وتلاتين يا شباب ودي جملة تريكي جدا خلي بالك ومهمة للغاية بيقول اي شخص بيجدف بقارب يعني فيه رياح قوية جدا بيعرف جيدا انه من الاسهل عليه انه هو يسبح مع الطيار الهوائي وليس ضده ده معنى الكلام طيب اي من سبجيكت اي واللي حنل الجملة اي من غلط الطالب ده حنللها غلط هي حاجة تانية وهنقول دلوقتي يبقى اي من غلط من فعل ده جر ومجرور وما فيها خطأ فيه رياح قوية تمام وايضا عندي هنا لو لاحظت كلمة much. والمرتبطة بيها than. اللي هي التوقن بتاع more than. يبقى حضرتك كده جايب easy ازاي. لو حطت much مع than. لازم صفة في النص. يبقى ما ينفعش اقول easy. لازم اقول much easier. اكسر سهولة. ولان عن تعامل مقارنة حضرتك. تمام? يبقى لازم تضع الصفة في حالة اللي هي المقارنة. يبقى لازم تضيف لها اي ار. تقلب الوي الى اي ونضيف لها اي ار. فاقول الاجابة الصحية لهذه الجملة 39. it's much easier to go with wind than against it. ونشوف مع بعض الجملة رقم 40. بيقول في جملة رقم 40. right fruit is often stored in a place who contains much carbon dioxide so that the fruit will not decay too rapidly. بيقول الفاكهة الطازجة. رايب يعني طازج. is often stored. بتخزن غالبا في مكان اللي بيحتوي على اكسير الكربون تمام? التي تجعل يعني الفاكهة لا تتحلل بسرعة. يعني بتحتفظ بالفاكهة. طيب جميل جدا. هزي الجملة رائعة. فين الخطأ في هزي الجملة? زي ما اتطالب حليلها غلط. انت ايجابتك كده اه خطأ. لا. رايب دي صفة وفروت اس موصوف. صفة وموصوف صحيح. is often stored. الفعل بتاعي في الجملة is stored. جميل جدا. اين جر ومجرور? in place. who? امسك بقى. حضرتك هنا جايب هو ليه? هو انت تتكلم على عقل? انت تتكلم على الفاكهة الفاكهة الناضجة او الطازجة. غير عقل ولا عقل? غير عقل. يبقى استحالة استخدمه معها. لازم اقول that contains. يبقى لازم تصحيح هذه الجملة ان انا استبدل الرابطة الوصفية. who? التي تحل محلها. عقل. وفي هذه الحالة وجودها خطأ. استبدلها بايه بقى? بذات. لانها تشير الى غير عقل. that contains. التي تحتوي على. وابدأ تكملة الجملة الوصفية بتاعتي. وتو رابد ليه بسرعة جدا. ده ما فيش مشكلة. ده ظرف عادي. لكن التصحيف فقط في جملة رقم اربعين. واستبداله بكلمة ذات لتصبح هذه الجملة صحيحة. في نهاية الفيديو. اتمنى لحدكم التوفيق في اختبار التويفل. اتمنى من حدكم تعملوا شير ولايك للفيديو. تحياتي الى الجميع. اشوفكم على غير في فيديو القادم. تحياتي الى الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.